الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال يا شيخ ما هي الأدلة على قول سبحان الله في الصلاة إذا نسي الإمام شيئا من الصلاة الحمد لله الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديثه أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة وكذلك في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم